اشتركوا في القناة بضمن فقرتنا بصباحنا غير طبعا مع الدكتور بشهاد الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي رح نتعرف سوا عن هيدا المقولة وعن مضادات للسرطان الله يبعد عن الجميع يا سعد صباح سعد صباحكم صباح الخير دكتور سباح الخيراتي أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا طبعا نحن اليوم مع تطور العلم تغيرت هذه المفاهيم بشكل قطعي نحن اليوم نقول عن مرض لا يمكن علاجه يعني بتتوقف المساحة اللي ممكن نحن نقدم فيها خدمات طبية حاليا صار في كتير علاجات مستخدمة وناجعة طبعا فكرة السرطان هو كمبدأ مرض مثله ومثل غيره من الأمراض طبعا كان في عنا مشكلة بأنه عم يكون في عنا غير مفسرة بحدوث نموات غير طبيعية بأماكن معينة عم تأثر على الوظيفة عم تأثر على البنية ومن خلالها عم يكون في عنا انتشار عند البعض بكل نحاء الجسم ومن ثم ممكن يؤدي الوفاة مع تطور العلم أصبح هناك علاجات ناجعة سواء كيميائية أو شعاعية أو حتى بالنسبة أن هناك دعم من خلال الأغزية والأعشاب الطبية التي تساعد بشكل كبير على البداية الوقاية من حدوث هذه المشكلات ومن ثم المؤازرة في المعالجة من خلال هذا التأثير المتأذر بعلاج السرطانات وموضوع ما نسميه immune modulator أو تعديل رد الفعل المناعي بما يصبح أفضل وكفوء أكثر ليعطي النتائج المطلوبة في رد الفعل باتجاه أي عنصر غريب عن الجسم باتجاه نمو غير طبيعي وهنا تكمن القضية المهمة جدا في كيفية الوقاية من حدوث هذه المشكلات من خلال الاهتمام بمناعتنا بشكل أقوى وإعطاء ما يساعد هذه المناعة على القيام بردود فعل كفوء تمام يعني نحن الطب البديل أو العلاج بالأعشاب هو يمكن لتقوية المناعة وليست للعلاج لأنه مثل ما شفنا بالقاوين الأخيرة دكتور على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى يمكن على الانترنت بشكل عام وجميع مواقع التواصل الاجتماعي عم ينتشر كتير فيديوهات أنه هاي العشبة بتشفيك كاملا من السرطان وهالشي عم يعطي أمل للمريض وعم يمنعه يمكن من أنه يروح عند الدكتور أو أنه هو يصدق كلام الدكتور بسبب الانتشار الواسع وهو يمكن انتشار ترويجي لمواد ما محددة هون خلينا نوضح قديش هذول الفيديوهات صح وقديش هنا لازم نتأيد فيهم ولا لا وشو هنا يمكن مثل ما قالت خلينا نرجع نذكر أنه هو للوقاية وليس للعلاج تمام هلا هو للوقاية في مراحل أساسية هناك بعض الدراسات الناجعة جدا لا استخراج أدوية للعلاج للمساعدة في العلاج ولكن ضمن أصول صيدلانية طبية الطريقة التي تحدث عنها حضرتك والتي تنتشر بعض الأحيان بيطلعوا البعض أنه لا يوجد هناك ما يسمى سرطان هو ناخص بنوع الفيتامينات والبعض الآخر يأتي بيقول نحن تم المعالج بهذه المركبات ترك العلاجات التقليدية وبلج بالعلاج الطبيعي طبعا هذا الكلام عارن عن الصحة إذا لم يكن بالشكل الدوائي والصيدلاني الذي تمت دراسته وتجربته والتأكد من سلامته لاستخدامه في أمس لعنباتات أعطت نتائج عالميا وتم يعني وصفة ضمن أدوية السرطان وبدأت تستخدم في المعالجة بسال ذلك مثلا نبات التقصوص الذي استخرج منه المركبات التاكسل هناك أيضا نبات بنسميه الهدال أو الدبق الذي اسمه اللاتيني فيسكم ألبوم هناك الكثير من النباتات الفينكا ماينر وفينكا ماجر وهناك أيضا نباتات سورية هم نشوفها دكتور هلأ بجموعة من النباتات مثلا القريس عندك نحنا خلينا بس نشوفه نحن اليوم بالنسبة للنباتات البرية التي المتوفرة في سوريا طبعا هناك العديد من النباتات التي تعد يعني مورد لدراسة مركبات مضادة الأكسادة ممكن استخدامها والحصول على نتائج في يعني معالجة بعض الأشكال من الأمراض التي قد تكون لها علاقة مرتبطة بالمنع هناك لسان الفدان يعني ممكن يكون فيها دكتور هلأ مضادات أكسادة تنمو في الريف السوري نبات الشوفان أيضا يحتوي على مركب اسمه بيتا جلوكان بيتا جلوكان هو مركب عديد سكري له مستقبلات على سطح الخلية البالعة حينما نستخدم الشوفان بكميات جيدة يقوم بتحفيز الرد الفعل المناعي والحصول على نتائج مهمة جدا في هذا الاتجاه من خلال ممكن نحن نقول لأطفالنا ممكن نحسنهم الرد الفعل المناعي باستخدام الشوفان للكبار طبعا ممكن استخدامه للمرضى أيضا استخدامه مركب بيتا جلوكان هو مركب مهم جدا حقيقة يعني هناك نحن اليوم عنا بسوريا عدد كبير تمام نحن عنا مثلا موضوع الزوبع نبات الزوبع من النباتات الحقيقة منتشرة في الريف السوري ريف الساحل السوري هذا النبات الحقيقة تم دراسته في حمص أيضا موجود تم دراست هذا النبات على استخدام في قتل الجراسيم يساعد في التخلص من المشاكل التي تكون بطرق تنفسية العلوية دكتور هدول كلهم عن طريق الغلي والشرب طبعا هنا نقطتين هم البعض يستخدم منه خلاصة والبعض يستخدم منه منقوع والبعض يستخدم منه مستخلص بالغلي والبعض يستخدم منه مسحوق وبعض النباتات نستخدم منها أجزاء محددة يعني ممكن نستخدم الزيت العطري فقط من بعض النباتات لذلك الثقافة الأساسية وفق المراجع يجب اعتماد القسم المستخدم أما نغلي الكل فممكن ما نستفيد بعض المركبات مثل الخبازة والقريس لا يمكن أن يتم أخذ الفتي منها وتابعونا عن طريق الطبخ القريس في طرق استخلاص ممكن نحصول على المركبات والتخلص من الأسر لأنه فيه أسر تحسسي على الجلد لأنه يكون في عنا أي تحسس على الجلد إذا ملامسته نسمي تحسس تلامسي الخبازة لا ممكن استخدامها بشكل جيد وممكن حتى استخدامها بأطباقنا اليومية تماما وطيبة كثير هناك حتى الميرامية مثلا أو ما يسمى السيج هذه العشبة من الأعشاب المهمة جدا الحقيقة التي تساعد بشكل كبير جدا على علاج بعض المشاكل الهضمية وأيضا هناك لها دور ببعض المواضيع النسائية في دراسات مهمة في هذا الاتجاه إضافة لوجود زيوت عطري طياء خبرينا نحكي عنها شوية معلومة لو نترك عنها شوية صغيرة لفوايض الميرامية غير أنه هي عشبة مضاد للأكسدة تمام فوايض تانية دائما بيوصفوها حتى ليلة القريب حتى بيحطوها مع المتة مع الشاي مع زور حقيقة تحتوي على زيوت عطرية مهمة جدا لها دور في قتل الجراسيم وبالتالي إذا كفي عنا حالات إنتنات في تعويض الجسم بمركبات الفيتامينات والمعادن اللازمة هناك أيضا لها دور نسائي لأنه فيها نوع من أنواع مشابهات الهرمونات الأنسوية وبالتالي ممكن الاستفادة منها في حالات انقطاع الطمس ممكن الاستفادة منها في حالات السيدات اللي عم بيكون في عندهم مشكلة يعني الدوريشن أو الدورة الشهرية اللي بتيجي بحال انقطاع أو مشكلة أو ألم أو عثر طمس فهي بتساعد في علاجها بشكل إيجابي هناك أيضا عشبة يعني من الأعشاب الحقيقة يعني مغمورة أيضا هي حشيشة الثقاليل اللي موجودة في بعض النقاط في الساحل والتي يمكن حشيشة الثقاليل تماما فهي موادها تستخدم جلديا خارجيا حاليا عم ينشغل على تطوير صيغة لاستخدام هذه المركبات في علاج بعض المشاكل الجلدية وفيما بعد ممكن أن يتم تطوير صيغة من خلالها لعلاج بعض المشاكل السرطانية الجلدية وخاصة ما يتعلق بموضوع تعرض لأشعة الشمس ومشاكل الأشعة تمام الفوق بنفسجية وتحت الحمراء هناك أيضا نحن في عشبة نقوم حاليا بدراستها في مجال يعني معالجة السرطان هي الزعيتر القلموني طبعا هذه العشبة يعني أعطت نتائج جيدة جدا فيما يتعلق بسرطان الكونون وسرطان المعيدة طبعا كل ما يذكر عن فوائد لم يتم إثباتها بالدراسات تبقى في إطار البحث العلمي حينما يتم إثباتها بالدراسات وفق مراحل أولا يتم دراستها في الزجاج ومن ثم يتم دراستها على خلايا معزولة ومن ثم ينتقل إلى دراستها في الحي حيث نقوم بدراستها على حيوانات تجربة ومن ثم ننتقل بدراستها إلى البشر الأصحاء ومن ثم إلى متطوعين من المرضى هذه المراحل هي التي تقودنا إلى دواء يسجل عالميا وممكن اعتماده في معالجة مرض ما ومن ضمنه السرطان أما أي شيء أنه سمعت من شخص أو شفت فيديو أو أحدهم يقول كذا أو تجربته فهي تبقى في إطار التجارب الفردية حتى يتم إثباتها بالدراسات السريرية اللازمة كل جسم تاني كليا يمكن هاي نقطة كمان كتير مهمة لذلك الدراسة لازي يكون حجم العينة كبير هاي نقطة مهمة جدا صحيح دكتور طيب يمكن في كتير من الأحيان نحن عم ناخد مثلا الميرامية مع الزوبة مثلا بنخلطهم مع بعض بتصير طعمتهم أحسن أو أي أعشاب تانية هاد شيء صحيء أو داي يمكن بيأثر سلبا أو إيجابا يمكن أعشاب مع بعض وخاصة إذا كان بدي نقع وبعدين شرب تمام بالنسبة لموضوع المزائج المزائج أو خلطات الأعشاب هناك بعض الأعشاب التي يمكن خلطها بأمان من خلال هي معتاد بتوليفة زهورات شامية طيب أود دكتور شادي أنه الأعشاب إذا ما نفعت ما بالضر لا هذا الكلام مانو صحيح هناك بعض الأعشاب لها ضرر كبير جدا على الجسم في حال خطلت المتمر استخدامها في جرعات عالية قد يسبب مشاكل أو التواتر على استخدامها نحن نحكي عنها شوي تمام هلأ نحن في عنا مثال على ذلك اليوم نحن في عنا أعشاب تجاوز جرعات مسأك لي الجبل مفيد بس إذا استخدمناه بجرعات عالية بيكون له تأثيرات ضر تمام هناك مثل ما تفضلت أنه في بعض الأعشاب قد يكون لها دور متآذر فممكن استخدامها بعض فأعشاب بيكون لها تضاد بالاستخدام فالذلك لا يمكن استخدامها مع بعضها البعض مثلا مثل ما نقول نحن مثلا الأعشاب المهدئة مع عشاب منشطة ما في فايدة من استخدامهم بخلطات يعني مرادهم البعض هذه معروفة المشاهدين اليوم لازم يستفادوا من حضرتك مننا لأنه دائما بيخلطوا كل شيء مع بعض لا لا عملية الخلط لازم يكون فقط بالنسبة للأعشاب المتكافئة بالتأثير والتي بتعطي تأثير متآذر والتي نحن معتادين عليها بالشكل الشعبي مثلا النباتات العطرية السورية الزعتر الزوبع الختمية الخبازة كليل الجبل ممكن الميرامية في بعض الأحيان هاي ممكن نحن نحن نتم الكركدين معون خلطة واستخدامها مع بعض البعض طبعا لا نقوم بغلي الأعشاب وإنما نغلي الماء ومن ثم نضع الأعشاب للحصول على المقوع غلي الأعشاب نخسر الفعالية نخسر فعالية الزيت العطري تماما أي نبتة منشمة نحن رائحة عطرية مجرد ما تعرضت للحرارة رح يتبخر الزيت المفيد رح تبقى النبتة غير مفيدة نغلي الماء ومن ثم نحط العشاب مغطية عشر قاية بعدين بيتم استخدامها مثال ذلك الكمون مثلا كمون الكراوية اليانسون الشمرة هي مركبات مفيدة إذا غليناها ما أخذنا فأدت الزيت العطري خدناها كمركب غذائي أما اليوم نحن إذا غلينا الماء وسقطنا الأعشاب بقلبها مع النعنع فهي مضادة للتشنوجات الأدمية ولا غلبة واحدة من بعد ما تغليمها لا لا الغلي بالنسبة للأعشاب الطبية ما تقدم نشرب بطريقة خاطئة لا نستفيد من الزيت العطري حقيقة نحن اليوم الزيت العطري إذا كان هو الفائدة فيه يجب التركيز على عدم رفع درجة حرارة أثناء عملية تحضيره طبعا في نقطة مهمة أيضا موضوع الحفظ أنه أنا اليوم النبتة إذا بدي أحفظها بالبيت ما لازم تكون معرضة للهوى وبالتالي بخسر قيمة الزيت العطري اللي موجود يعني حفظها بهذا الشكل وهي مفتوحة ما رح نستفيد منها شي نهائيا وبتبقى مركب غذائي ما عادت مفيدة كمركب دوائي أو لا يمكن الاستفادة من فوائد العلاجية رح أرجع أنا بضغطة أساسية وسريعة اليوم بالنسبة لمرضى السرطان مع تطور العلوم ووجود دراسات حديثة أصبح بالإمكان استخدام بعض المركبات المضادلة الأكسادية المحسنة للمناعة المركبات التي تساعد في أداء مناعي جيد وأصبح هذه المركبات متوفرة سواء كانت أغذية أو كانت ضمن متميمات غذائية بشكل دوائي للبعض مثل مركبات أوميغا ثلاثة وستة وتسعة التي تأخذ من زيوت الكتان زيت الزيتون أيضا مركبات ذات فائدة وممكن تدعم الخطة العلاجية لمرضى السرطان وبالنتيجة نحن اليوم بحاجة أن نحن ننتبه على الموضوع التغذية الصحية السليمة واستخدام الأعشاب الطبية المراقبة والمسجلة في وزارة الصحة وليس الأعشاب الطبية التي نقوم بجمعها وهي نقطة أساسية نحن اليوم بعض الأحياء ممكن نجمع نوع سام بعض الأحياء ممكن نجمع نوع متشابه مع نوع آخر بعض الأحياء ممكن طريقة الجمع تكون خطأ القسم ما نصحيح يعني نحن المفروض يستخدم مثلا القسم اللي هو الأوراق نحن نستخدم الجزر مثلا أو نستخدم القسم المستخدم والقشور نحن نستخدم الأوراق أو يمكن ما بدأ تيبيس أو مثلا موضوع التشفيف مفروض الجفة بالظل البعض الجفة فتحت أشعة الشمس فلذلك هذه المعطيات تجعلنا نحن بضرورة بالمكان أن نستخدمها من مصدر مرخص ومصدر مضبوط ومراقب من وزارة الصحة السورية ونحن هون نقول للجميع أن نباتات طبية مفيدة جدا ولكن في إطار استخدامها صحيح أما الاستخدام الخاطئ مثل ما تفضلت حضرتك بالمقدمة عم تحكوا عن الناس ممكن يتركوا علاجهم الكيميائي ويتوجهوا باتجاه الأعشاب هذا الأمل الكاذب مفروض نحن ننتبه من هؤلاء المضللين الذين يعيشوا على تقديم آمال كاذبة نحن نقول هي داعمة للعلاج في مركبات أصبحت دوائية ولكن هي موجودة ومرخصة بمزارة الصحة السورية هذه المركبات ليست بديل عن علاج الكيميائي على الإطلاق وإنما هي داعم قد تكون في بعض الأحيان تساهم في ما نسميه أو منع الحدوث للمرض اللي هو في مجال الوقاية بالنتيجة لا يجوز على الإطلاق أن نتوقف عن استخدام الدواء الكيميائي لقاء استخدام مركبات فقط لأنه شفناها على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو على أي صفحة أو تناقلناها من أحد إلى أحد هذا كله مرفوض رفضا قطعيا بالنتيجة في معالجة السرطان وغيره من الأمراض وهناك ما يبشر من خلال تقنيات النانو تكنولوجي وغيره من تقنيات البيوتيك تقنيات الحيوية الجديدة في علاج السرطان لذلك هناك أمل دائما إن شاء الله بشفاء كل من هو أصيب بهذا الموضوع ويستمر بحياته بشكل طبيعي هناك دراسات أيضا هناك كثير مهمة الزيت بذر العنب من المركبات المهمة جدا والتي يتم دراستها حاليا عالميا كمضادة الأكسادة وكمؤازرة في معالجة السرطان سواء بالاستخدام الخارجي أو بالاستخدام الداخلي تمام يعطي نتائج مهمة جدا في هذا السياح نعم دكتور شو هنين أهم الأعشاب يلي لازم الإنسان يتداول بشكل دائم يمكن للوقاية من الإصابة بالسرطان يمكن الإنسان السليم شو أكتر شي لازم يشرب أو ياخد من الأعشاب سؤال مهم جدا الحقيقة مثلا مركب الإي جي سي جي لموجود ضمن الشاي الأخضر من المركبات التي تمنع حدوث السرطان والتي لها دراستات كثيرة عبر العالم باستخدامه لذلك الشاي الأخضر مفيد الشوفان كما تحدثت سري دكتور الشاي الأخضر بالظروف يتقل قيمته عن الفرط؟ إذا لم يتم تحضيره بشكل خاطئ ما في مشكلة عندنا نحن تحضيره اليوم بأي شكل من الأشكال إذا تم استخدامه ضمن فترة حفظ نظامية طبعا نحن الشاي مجرد ما تم غاليه بشكل كبير يتركز المواد العفصية نخسر فوائد المواد الأخرى البوليفينولية اللي ممكن تكون مفيدة فيه فلذلك نحن لازم نحضره بالشكل الجيد هناك نوع من أنواع الشاي اللي هو براعم الشاي أول ما تطلع سموه الشاي الأبيض اللي هنا بيأخذوا البراعم الشاي الأخضر قبل ما تتشكل كمان بسخدام هذه مضادة لأكسدة مهمة أيضا موجودة الشاي الأخضر الدراسات عليها العالمية مفيد جدا بكل أشكال وسواء أخذنا بشكل مسحوق أو بشكل منقوع أو أخذنا بشكل خلاصة فطبعا كلما نحن تطورنا بشكل سيدلاني كان تركيزه أعلى وفائدته أعلى الشوفان مثل ما قلنا مهم جدا زيت بزر العنب وزيت الكتان مهم جدا جدا زيت الزيتون أيضا مهم جدا من الزيوت النباتية اللي ممكن استخدامها أيضا حبة البركة لها دور مفيد جدا لأنه تحتوي على مركبات فيتوستيرولية مهمة وأساسية في استخدامها في المؤازرة وفي العلاج هناك أيضا عم بحكي شي متوفر في بيتنا يعني بأي ما نبي حاجة نجيبهم بره هناك أيضا الأرضي شوكي أو الأنجينار أيضا له دور مهمة بمشاكل الكبد الهندباء البرية أيضا مهمة جدا بأي شكل من الأشكال استخدامها القرص عني قرص عني أيضا نبات يعني ممكن يكون موجود بمطبخنا ومفيد جدا في هذا الاتجاه هاي النباتات نحن متوفرة بين إيدنا نحن مما بحاجة وموسمة خلينا نكتر شيء الأخضر اللي ممكن نحن يكون بموائدنا على سبيل الغذاء والدعم ولما بيكون في عنا حاجة ممكن نحن نستمر شوفان ممكن ناخد مسحوق شوفان نستخدمه مع الحليب نستخدمه بأي شكل من الأشكال يدعم ويحسن مناعة أجسادنا ومناعة أطفالنا في آن المعنى يعني عالم الأعشاب هو عالم واسع جدا وخطير بنفس الوقت وخطير بنفس الوقت أكيد واليوم موضوعنا كان عن السرطان الله يبعد عن الجميع ودائما الأعشاب والأدوية هي طريقة من طرق العلاج ولكن تبقى الإرادة دكتور هي الأقوى في العلاج والشفاء نتشكر وجودك معنا شكرا شكرا لك دكتور شاديو أهلا وسهلا فيك شكرا لكم أهلا وسهلا